أهلا بكم المشاهدين والمشاهدات العزاء جرى مؤخرا افتتاح مطعم جديد في المنطقة الصناعية في مدينة الطيبة يحمل اسم إيفان ويديره الشاب عبد جابر المطعم يقدم أكلات متنوعة منها أكلات شرقية وغيرها قناتها من باب تشجيع الشباب والصبايا العرب ودعمهم قررت استضافة صاحب هذا المطعم الشاب عبد جابر الذي ينضم إلينا الآن في الستوديو في بث حيو مباشر أهلا ومرحبا بك عبد جابر أهلا وسهلا فيك حيو نعم السؤال الأول ليش سمت المطعم إيفان من الأغلى الأشياء اللي عندي في الدنيا هي بنتي اللي هي إيفان عايز بنتي أهلا الله يحماعي رب أهلا خلي لك إياها عبد وين تفتحت المطعم إلى تقريبا 25 يوم يعني جديد جديد طازة أهلا وليش اخترت تحديدا المنطقة الصناعية في مدينة الطيبة مع أنه العلم أنه اليوم الطيبة بلد يعني مطرامية الأطراف نوعا ما يعني كبيرة صح شوف المنطقة الصناعية في الطيبة هي من أكوى المناطق الصناعية في المنطقة يعني إذا مطلع على مستوى المركز المنطقة الصناعية أكوى من أكوى المناطق الصناعية في المنطقة من ناحية صناعية من ناحية توجه ناس إلها من خارج البلد من داخل البلد كل هذه الأمور وعليها إجر مليحة ما علاقتك في عالم المطاعم وعالم إعداد الطعام ما هو التجربة التي أجبتها معك التي يجبتك تقدم على مثل هذه الخطوة صراحة أو أولا عندي أي تجربة في هذا المعجال طيب بس للتوضيح أنا نشاهد الآن على الشاشة قسم من الوجبات التي تقدمها في المطعم طيب ما لديك علاقة في عالم الطعام ما إجابك عليه؟ أنا طول حياتي في مجال الإعلان مجال الإعلان تم كان عندي زي إشي تحفيف أو حوية حوية أني أحضر أكل حتى أم الإبان كانت كل مرة أحضر أكل لماذا لا تفتح مطعمه؟ كانت شجعني طوال وقت افتح مطعم أكلك ذاكي إليك نفس على الأكل لماذا لا تعمل هيك؟ لماذا لا تعمل هيك؟ وفعلا حققتل هاي الحلم كدهش صعب إقامة مطعم؟ كدهش بتطلب منك وقت تحضير لأنك تحثر على محال تجاهز وتلاقم أن يكون مطعم؟ أرى إمكانية أنك تلاقي محلات موجودة في الطيبة لأن الطيبة بلد كبيرة الطيبة بلد اللي كانت تتطور صناعياً وتجارياً إذا منلاحظ في الفترة الأخيرة كثير أشخاص صاروا حتى من خارج الطيبة يتوجهوا للطيبة في مجالات تجارية من شبكات تجارية من رشاتوت شبكات، ذكرتها شبكات موجودة جداً من تطورات صناعية من ناحية إنتاجي صناعية كل هذه الأمور موجودة في الطيبة وكوادر كمان موجودة في الطيبة الآن أنت بتعرف أنه نحن نعيش في فترة ليس سهلة فترة يميزها غير الأزمات السياسية أيضاً فترة غلاء معيشة أزمات اقتصادية أزمات اقتصادية نعم الآن، كيف هذا الأشي بأثر عليك من أجل أنك أنت فاتح في منطقة صناعية اللي هي عمال الناس اللي بيجوا بشتغلوا بمعظمهم بتحاول تلاقي ما بين سعر الوجب اللي بدك تقدمها لبين التكلفة اللي مرتفعة اللي بتكلفك مرتفعة تتحضر هذه الوجب خليني بالأول أصحح لك معلومة الموضوع المطعم نفسه مش مطعم عمال فقط المطعم مطعم عائلات موجود فيه وجبات اللي هي وجبات تقدم للأشخاص للعائلات اللي بتيجوا وبتوافد علي عائلات المطعم فيه الرقيل وبيخدم العمال شو يعني بيخدم العمال اليوم إذا إحنا بيطلع على الشخص اللي بنزل على الشغول بيكون مكسم يومه بيكون مكسم المبلغ اللي بجيبته على يومه كدش بدو يصرف صح؟ الغلاء موجود الغلاء مش من اليوم موجود وهذا واحد من التخوفات اللي بيزرعوها فينا إنه الغلاء موجود تمام؟ بس إذا باجأ أنا وحياك بنحسبها العام اللي ما ينزل على السوبر ماركت بيشتري واجبة فطور تمام؟ بيحط بيشتري إحنا الفطور الشعبي اللي موجود عندنا هو علبة شمانة، علبة حمص، خبزة مع كولا صح؟ كدش بدكلفو كدش بدكلفو تقريباً عشرين، خمس وعشرين شاكل صح؟ تمام؟ تعال تفضل على المطعم بتوكل باكيت فيه شنيتسل، فيه معراب، فيه توست، فيه بارغيت شاوارما وبتشرب مع الاشتها بتدفع خمس وعشرين، ثلاثين شاكل اللي هو مش فرقية كبيرة بنفس الوقت انت هناك موكل إشي بسيط كان انت موكل واجبة صح ولا لا؟ انت خمس وعشرين يوم المطعم اللي هو جديد وأجدادنا وأسيادنا قالوا دايماً كل بداية صعبة بتشايفها صعبة ولا مش بالصعوب اللي كنت متخيلها؟ طبع، فيش اشي بيجيبي بالسهل في صعوبة لدرجة اني أنا بن إنسان بصح على الثلاثة ونص بظل واقف على جريلة الساعة 11 بالليلة صعوبة بس هنا انت بتعمل اي شي إلك تبني باسم إلك والحمد الله رب العالمين كل واحد فات على المطعم رجع ورجع مش لحاله، رجع معا شخص ثاني الشخص الثاني راح يجيب كمان شخص مزبوط عاد عن الإعلانات اللي أنا بقامنها كثير بتجيب بقامنش في الإعلانات الموجودة هذه الأيام لأنها بشوفها إعلانات شوي بتيجي إعلانات مالية بأمن في إعلان على إشي أساسي إشي أساسي أنا إنسان اللي موجود في الإعلان في مجال الإعلان شوان إعلان على إشي أساسي؟ يعني إشي اللي كل الناس توفق فيه تمام؟ عمليا صعوبة موجود فيش شي كمان مر بحكي لك ياه فيش شي بيجي بيجي في الساهل تقصد الإعلان في وسيلة إعلان موثوقة بالزبت لا أستطيع أن أقول لك أنه موكع بنتي موكع موثوق بالسبب المصدقية بالزبت وقناة هلا أيضا بالزبت واحد من المواقع الموثوكة اللي أنا شايفها موثوكة وشايف أنه كثير ناس تتوجه إليها وشايف أنه كثير ناس تكرار أخبار فيها زيارات للموقع موجودة نعم مشاهدات للمحطة موجودة فهذا بديل أنه فيه ثقة ما بين المجتمع والموقع نفسه أو المحطة نفسه كم ترى عبد أنه افتتاح محل في المنطقة الصناعية في الطيبة بساهم في نهضة الطيبة اقتصادياً تتعرف أنه اليوم فيه منافسة قوية بين البلدات العربية مثلاً يعني من البلد اللي تتبكى مركز جذب تجاري للزوار أيضاً من بلدات عربية وأيضاً من بلدات يهودية طبعاً اليوم اللي في السابق ما كانتش إجر لفترة معينة ما كانتش إجر غريبة تدخل على البلد صح عملياً اليوم أنا كصاحب مطعم فاتح الباب من الساعة أربعة لساعة أحداش اليوم أنا الساعة عشر ونص بالليل بدخل عندي ناس من برات طيبة سواء من المجتمع اليهودي سواء من الشمال سواء من الجنوب سواء من المركز اللي هذا الإشي أنا كنتش متوقع هذا بدل على أن الطيبة قاعدة بتطلع كمان مرة في نهضة اقتصادية كبيرة وبالعكس بشجع كل أصحاب المحلات اللي موجودين في المنطقة الصناعية على استكبال هذه الأمور على استكبال هذه الأشخاص ودعم هذا الأمر طيب نرجع على الوجبات اللي بتكون بأدادها بما أنك يعني بتحب تعمل الطعام بإيديك وانتي بتشتغل فيه كم من مساك عن الوجبات كداش مهم أنه صاحب المحل يتواجد في محله مش يركن على عمال بس وإنما يديره فعلا بإيديه مليون في المية كداش مهم؟ مليون بالمية بنسبة مليون عالمية ليش؟ اليوم أجداد أنا ما خلوش إشي إلا حكوه في أمثال شعبية في مقولات في مثل بيقول لك ما بيحك جلدك إلا ضفرك صح أو لا؟ صح هذا المثل مليون في المية صحيح ليه؟ لأنه اليوم أنت أنت شحادي نفسك عندك مشروع معين إذا أنت بتتواجدش فيه طول الوقت أعرف أن هذا المشروع ولا مرة رح يرفعه ممكن ينهار أصلاً؟ مليون في المية رح ينهار لأنه لا يوجد أحد عادي فيه أشخاص عاملين اللي بيكونوا حريصين على الأمر وفيه أشخاص عاملين اللي أنا بأخذ راتب نعم شو أكثر وجبة بتحب تكون بعدادها؟ وأكثر ريشي بطلبوه عندك الزباين؟ فيه وجبة اللي أنا طورتها في المحل اللي عندي أني وجبتين أساسيات اللي أنا طورتهم يعني على طريقة الخاصة الوجبة الأولى اللي هي يشاورما بلاتا اللي هي يشاورما أنا بعملها بتحديك إذا بتوكلها مرة واحدة بترجعش عليها كمان مرة وكمان مرة وكمان مرة وفيه وجبات بورجر اللي أنا طورتهم في خلطة معينة للبورجر اللي أنا بخلطها خلطة لحم ولا خلطة إبارات تقصد؟ لا خلطة لحم طبعا البورجر إبهاره عادي بالأحرى بتقدر تكون إبهاره فيه أشياء أسبيشال بس الأساس البورجر شو أكثر إشي الناس بطلبوه أنت ملاحظ؟ شوارما شنيتل شنيتل في عندي إشي خاص اللي هذا البهار اللي نحط على شنيتل هو اللي بكرشه شنيتل شنيتل وشوارما ومعوراب هو أكثر إشي مطلوب تلاحظ أنه فيه لدى أبناء مجتمعنا أو على الأقل زبائنة كل في المنطقة من الطيب والمنطقة فيه ثقافة الخروج إلى تناول الطعام في المطاعم مجتمعنا مكانش هيك مرة يعني كان أكثر أكل في البيوت اليوم كثير بوكلوا بره صح طلع اليوم كلياتنا كل عائلة موجودة سواء في البلد أو بره البلد تتوجه لمطاعم سواء كانت عندنا في الداخل أو في الضفة أو 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 المطاعم الموجود بره البلد اللي بشد الزبائن الأكل وتأخذ نشفاء الكلمة الأرقيد صح ولا لا أنا وجدت لهم هذا الأمر عندنا إقبال موجود إقبال وإقبال بشكل قوي جدا 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 يعني اللي بطلع عليه أنه كثير عائلات اللي أغلب أكلهم بره أغلب أكلهم بره الحفاظ على النظافة ونظافة الأكل وجودة الطعام والمركبات اللي بتدخل في تحضير الوجبة أنها تكون من جودة عالية كدشت توليها أهمية أنت كصاحب مطعم وكيف تتأكد من أنه فعلا هذه الجودة أو هاي المستوى للمركبات للمكونات أنت راضي عنها؟ أول إشي عاملين أسيان هني أسيات في المطعم اللي هي النظافة وكيف نفسي اللي بعمل الأكل في ناس بتفوت عني بتحكيلي عبيدي يعني خليلي محل السلطة بجاوب جواب واحد إنتي جاي توكل شوارمة ولا سلطة؟ إنتي جاي توكل شنيتسل ولا سلطة؟ إنتي جاي توكل معراب ولا سلطة؟ شو إنتي جاي توكل؟ عمليا هذول الشغلتين أساسيات لما أفوت على المطعم اللي أنا موجود فيه هسا بحس بحالي فايت على مطعم غريب كي أنك زبون يعني؟ زبون، أول إشي بطلع عليه ريحة المطعم كيف الريحة جوه؟ كيف الأفيرات جوه؟ المطعم درجة الحرور فيه حامية باردة؟ كل هاي الأمور أنا بتبع فيها لهيك الهشكعات كانت استثمار أيوة، الاستثمار طبعي كان على هاي الأمور حلوة، الإشي الثاني النظافة أنا ما عنديش مشكلة أي زبون يفوت عندي على المطبخ فوق يتطلع ما عندكش مشكلات؟ ترفي فيه ناس بتحسسوا من هاي القضية ما عنديش ولا أي مشكلة، ولما أجاهز الأكل بجاهزه قدام الزبون لأنه هذا أول إشي بعطي طمأنينة الزبون بعطي طمأنينة إنه والله الشب اللي كعب يجاهز في الوجبة لابس كفوف ما حطش الباقيت على الدلباك أو على المفرم لا، حطه عواركة ما تحب تقول الجمهور المشاهدين كصاحب مطعم يعني يخطو خطواته الأولى في هذا المطعم ويأمل إنه إن شاء الله يتطور أكثر وأكثر بحب أكل شغل تاني، الشغل الأولى للشباب الشباب اللي، الشباب يعني شباب شباب وصبايا نعم اللي بيكون عندهم هذه الخطوة كدام وخطوة وراه أفتح مشروع ولا أفتح مشروع ها بتردده كثير لأنه أفتح مشروع ولا أفتح مشروع لأنه هذا التردد اللي أنا شخصيا عشته وعشته مش في فترة صغيرة عشته في فترة طويلة على مدار أربع سنين اللي مرتي إما الإبان كانت طول وقت تشجعني وأختي الخطوة لما تشجعني وأرجع أختي الخطوة وأرجع أهلي يشجعوني يلا روح شو أكبر مشكلة راح تصير؟ راح تسكر؟ شو راح تسكر؟ دار حماي يحكولي يطلع يلا يمشي خطوة لك قدام ليش لا؟ أدرس ويمشي الخطوة لك قدام وأتردد شباب بنات فيش ولا يخوف فيش ولا يش يخوف بالعكس هذا الإشي انت راح تشعر انك انت نتجت إشي إلك عادي كل هاتنا طلعنا اشتغلنا كل هاتنا طلعنا جربنا وعملنا جرب هاي النقطة لأن هاي نقطة جدا مهمة هاي نقطة تحول بحياتك يبدو انه عائلتك بتشغل حيث كبير في فكرك لأنك أكثر من مرة في أجوبتك يمكن انت ما انتبهت ذكرت بنتك إيفان وذكرت زوجتك والآن ذكرت حتى أهلك وانسائبك كميش العائلة مهمة لعيلك؟ واضح انه الإنسان الملوش عائلة مش إنسان أنا بالنسبة إلي مرتي وبنتي هذولا إشي أساسي بحياتي الله خللي إياهم إن شاء الله وأهلي سواء أهلي المقربين أبوي وأمي وإخوتي وخواتي وضار حماي واللي حواليهم العلم موسعة أكثر هذول إشي أساسي وكثير دعميني وكثير بساعدوني وكثير إشي أساسي في حياتي أريد أن أشكرك عبد جابر صاحب مطعم إيفان في مدينة الطيبة شكرا على حضرك في السوداء الله يساعدك شكرا إليك